بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اشتريت كاميرا جديدة Panasonic Lumix G85 في هذا الفيديو هحاول اتكلم عن ازاي اختارت الكاميرا المناسبة لي علشان انت تحاول تتعلم ازاي تختار الكاميرا المناسبة ليك النهاردة هتكلم عن ثلاث حاجات رئيسية خلتني اختار الكاميرا المناسبة لي اول حاجة الفلوس البدجت الميزانية اللي انا حطتها علشان خاطر اشتير الكاميرا تاني حاجة انا المفروض هستخدم الكاميرا في ايه في تصوير فوتغرافي ولا في تصوير الفيديو تالت حاجة انا هشتغل بالكاميرا ازاي اول حاجة طبعا الفلوس البدجت الميزانية ناس كتيرة جدا 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 بتحدد الكاميرا اللي هي هتشتريها على قد الفلوس اللي هي معاها وده امر طبيعي جدا جدا ممكن تدخل على امازون او على سوق دوت كوم او على اي موقع من مواقع بيع الكاميرات وتشوف فرنجات الكاميرات غالبا هتلاقي في كاميرات على 300 دولار كاميرات على 500-600 دولار كاميرات على 1000 دولار كاميرات على 2000 دولار وهكذا طبعا انا الميزانية بتاعتي كانت على حدود الف دولار. فبالتالي ده معناه ان انا عايز سعر الكاميرا بالادوات اللي انا هستخدمها في التصوير متعديش الف دولار ممكن انت اتكون ميزانيتك اكتر او اقل. انت على اساس الميزانية بتحدد الكاميرات اللي انت هتقارن ما بينها. فبالتالي بالنسبة لي لما جيت اقارن ما بين الكاميرات تحت الف دولار او عند حدود سعر الف دولار وجدت ان في الكنون 80D ووجدت ان فيه لومكس باناسونيك جي 85 ووجدت ان فيه سوني A6500 و A6300 طيب على اي اساس اخترت ما بين الاربع كاميرات دول طبعا خليهم تلات كاميرات خليهم الباناسونيك جي 85 والكنون دي 80 والسوني A6500 على اي اساس اخترت ما بين التلاتة دول على الاساس النقطتين اللي بعد كده انا هستخدم الكاميرا ازاي وهستخدم الكاميرا في ايه خلينا نبدأ بانا هستخدم الكاميرا في ايه في تصوير فوتوغرافي ولا في تصوير فيديو النقطة دي فاصلة جدا جدا لان غالبا الشخص اللي هيستخدم الكاميرا في تصوير فوتوغرافي هيشتري كاميرا غير الشخص اللي هيستخدمها في تصوير الفيديو او اليوتيوب الشخص اللي هيستخدم الكاميرا في تصوير فوتوغرافي هيراعي حاجات كتيرة جدا جدا متعلقة بجودة التصوير الفوتوغرافي هيدور مثلا على حجم السنسور فغالبا ما كانش هيشتري الباناسونيك لوميكس جي 85 غالبا كانها اما هيشتري الكانون او هيشتري السوني فبالتالي اللوميكس جي 85 دي مش كاميرا فوتوغرافيا رغم انها بتصور فوتوغرافيا وبتطلع صور حلوة جدا لكن لو انت مصور فوتوغرافي محترف غالبا مش هتختار اللوميكس جي 85 فبالتالي مصور الفوتوغرافيا غالبا هيدور على حجم السنسور والجي 85 اصغر حجم السنسور فمش هيختارها هيختار عدد الميجا بيكسل اللي في السنسور الكاميرا دي كان ميجا بيكسل غالبا مش هيختار اللوميكس هيختار الكانون او السوني وهكذا ففي حاجات معينة متعلقة بتصوير الفوتوغرافيا هتخلي الشخص يختار كاميرا غير الشخص اللي هيصور بالفيديو انا عايز كاميرا علشان خاطر تصوير الفيديو فعايز ايه في الكاميرا بتاعتي في تصوير الفيديو عايز اول حاجة كاميرا بتصور 4K فيديو فبالتالي ده خلاني مختارش الكانون الدي 80 لان الدي 80 اقصى حاجة فيها فول اتش دي الف تمانين فبالتالي مختارتش الكانون في ناس كتيرة جدا سألتني هو انت محتاج الفور كي في ايه ده الانترنت في مصر اصلا اغلب الناس لو بتقدر تتفرج على الفيديو باتش دي سبعمائة وعشرين ده يبقى ممتاز جدا انت باع عايز تصور فيديو بفور كي مثل الفور كي الفور كي ريزيليوشن حجم الفيديو عبارة عن فول اتش دي زائد فول اتش دي يساوي فور كي يو اتش دي يعني 1080 زائد 1080 يديني جودة تصوير الفور كي اللي الباناسونيك لوميكس جي 85 بتصور بيها ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا لما خرج الفيديو على 1080 ايوه انا هرفع الفيديو برضو فول اتش دي 1080 مش هرفع الفيديو على فور كي لكن لما صور الفيديو او لما منتج الفيديو على فول اتش دي ده هيديني قدرة ان انا اعمل زوم على الشخص بنسبة خمسين في المية من غير مفقد اي ديتيلز والصورة هتفضل شارب والصورة هتفضل ممتازة زي ما هي طيب ايه اللي خلاني افضل الباناسونيك لوميكس جي 85 على السوني اي 6500 الطريقة اللي هستخدم بيها الكاميرا انا شخص بصور لوحدي يعني انا قاعد حاليا في القوضة انا اللي مزبط كل حاجة ليه علاقة بالتصوير لوحدي فبالتالي انا اختارت اللوميكس جي 85 لسهولة الاستخدام لوحدي ان انا محتاج جدا جدا شاشة فول ارتكولاتينج يعني الشاشة بتلف ب360 درجة اقدر افتح الشاشة الورا ولفها فبالتالي والكاميرا متوجهة ليه انا شايف دلوقتي ان الكاميرا ما زالت بتسجل وهكذا لكن للأسف الشديد السوني ما فيهاش فول ارتكولاتينج فليب سو يعني الشاشة بتلف فبالتالي ما اخترتش السوني هل ده السبب الوحيد اللي يخليك تختار الباناسونيك على السوني لا في بعض الحاجات التانية التقنية من اهمها ان السوني كل الناس بتقول ان السوني بتسخن السوني بتسخن بشكل رهيب ممكن ما تعرفش تمسك الكاميرا وممكن بالتالي وهي بتصور 4K تحديدا هلاقي الكاميرا فصلت وانا اصلا الشاشة مش لفة انا مش باصص على الشاشة فهلاقي فجأة ان الكاميرا فصلت وانا اصلا مش دريان ان الكاميرا فصلت نقطة تانية مهمة جدا خليتني اختار اللوميكس جي 85 على السوني ان التصوير على الباناسونيك جي 85 تصوير مفتوح بمعنى ان في الكانون وفي السوني بتصور اخرك 30 دقيقة متواصلة لكن الباناسونيك لوميكس جي 85 بتديلك مساحة مفتوحة على قد مساحة الكارت فبالتالي انا جايب مع اللوميكس جي 85 كارت ماموري 128 جيجا 128 جيجا بتسمح لي ان انا اصور 4K تقريبا 3 ساعات متواصلة واصور فول اتش دي حوالي 10 ساعات متواصلة ده معناه ان انا لو بصور محاضرة من محاضرات مدخل الى دراسة الكتاب المقدس اقدر اصور ساعة متواصلة من غير ما اقلق ان الكاميرا هتفصل فيديو بعد نص ساعة هي دي كانت الاسباب اللي على اساسها اختارت اللوميكس جي 85 على السوني اي 6500 وعلى الكانون دي 80 في بعض المواقع بتساعدك ان انت تعمل مقارنة ما بين الكاميرات بتاعتك اللي انت عايز تشتريها ممكن تدخل على المواقع دي تكتب الموديل الفلاني ويبتدي يجيب لك الكاميرا المميزات الي هنا الي مش موجودة هنا وفي بعض المواقع كمان بتقولك احنا بنرجح لك الكاميرا دي على الكاميرا دي ودي ساعدتني كتير جدا فيه مواقع ممتاز بيقارن لك بيقول لك النقاط التفوق للكاميرا دي على الكاميرا دي ونقاط تفوق الكاميرا دي على الكاميرا دي والنقاط المشتركة ما بين الكاميرتين فبالتالي لو انت بتصور فيديو تقدر تشوف نقاط التفوق نقاط التفوق بتاعت الكاميرا دي هي اللي هتفرق معاك في تصوير الفيديو ولا نقاط تفوق الكاميرا التانية هي اللي هتفرق معاك في تصوير الفوتوغرافيا فعلشان كده تختار فكتير جدا جدا الناس بيسألوني انت تشتري كانون ولا نيكون ولا سوني ولا باناسونيك ولا فوجي ولا ايه انت تشوف ايه الكاميرا اللي هتخدم شغلك انت اهم حاجة شغلك انت مش كل الكاميرات هتنفع مع كل الناس لو هتصور فوتوغرافيا غير لو هتصور فيديو غير لو معاك مصور غير لو هتصور لوحدك غير لو هتصور فيديوهات مدة طويلة غير لو هتصور فيديوهات مدة قصيرة لو انت محتاج اوتو فوكس ممتاز جدا ولا لا في حاجات كتير لازم تاخدها في الاعتبار انا طبعا بتكلم على مستوى كاميرات اللي هما الناس مش بيسموها مش entry level يعني مش للمبتدئين فبالتالي اه انت ليش علي كاميرا ب1000 دولار انا محتاج حاجات كتير في الكاميرا غير الحاجات اللي انا قلتها لان ممكن كنت اشتري كاميرا 4K اقل من اللومكس دي 85 وهتصور 4K زي الجي 7 مثلا وكانت ب500 دولار او ب600 دولار بالعدسة لكن انا كنت محتاج حاجات تانية في الكاميرا ممكن ابقى اعمل مراجعة عن الكاميرا بشكل عام او نصيحتي دايما دور على المراجعات للكاميرات اللي موجودة على اليوتيوب هتلاقي على اليوتيوب ناس كتير جدا جدا اشترت الكاميرا دي قبلك وعملت مراجعة عن الكاميرا وبتقول لك ايه الايجابيات بتاعت الكاميرا وايه النقاط الضعف بتاعت الكاميرا علشان على اساس هتقدر تقرر الكاميرا دي مناسبة ليك ولا لا انا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو لو كان الفيديو عجبك اعمل لايك وشير وسبسكرايب لا تنسوا مصالح دعائكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى